رفع سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة نابلول لرئيس المجلس لعلى الشباب ورياضة رئيس اتحاد دول غرب آسيا لألعاب القوى رئيس الاتحاد بحريني لألعاب القوى أسمى آيات التهاني وتبركات لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بمناسبة فوز منتخبنا الوطني لألعاب القوى بلقب البطولة العربية السابع عشر للشباب والشابات وتصدره جدول الميداليات بحصوله على عشرين ميدالية ملونة بينها أربع عشر ميدالية ذهبية وخمس ميداليات فضية وميدالية برونزية في البطولة التي اختتمت بمدينة المسان الجزائرية مؤخرا وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد أن هذا الإنجاز جاء بفضل التوجيه من قبل حضرة صاحب الجلالة يده الله ورعا والدعم لا محدود لقطاع الشباب والرياضة كما أهدى سمو هذا الإنجاز لصاحب السمو الملكيل أمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وإلى صاحب السمو الملكيل أمير سلمان بن حمد الخليفة وليل عهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء وإلى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب ورياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بتحقيق هذا الإنجاز الذي يعتبر أحد ثمار دعم القيادة الرشيدة بشكل عام ودعم اسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة للحركة الرياضية والشبابية ورياضة ألعاب القوى بشكل خاص وما تحدى به أم الألعاب من رعاية واهتمام متواصلين سهما في تبوء المملكة مكانة مرموقة على جميع الأصعدة لتتواصل مسيرة الإنجازات والنجاحات بخطا ثابتة وأشهد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بالأداء المتميز وما تحلى به لاعب منتخبنا من روح العزيمة والإصرار والتحدي في سبيل رفع عالم المملكة وتشريف الوطن كما نوه بدور الأطقم الفنية والإدارية معربا سمو عن سعادتي بتحقيق تلك النتيجة المشرفة والتي تعكس تميز ألعاب القوى البحرينية وما تمتلكه من علاصير بارزة وضع سموه أن هذا الإنجاز الجديد يأتي بعد أقل من شهر من الإنجاز الأخير الذي حققه المنتخب بالفوز بلقب بطولة غرب آسيا للشباب والشبات الأمر الذي يعكس متانة القاعدة البحرينية وما تتميز به من عناصر متميزة قادرة على التألق والإبداع وتمثيل المملكة خير تمثيل في الاستحقاقات القادمة وسنظل ندعم شبابنا على الدوام لواصل الصعودة على منصات التتويج مشيرا سموه إلى أن هذا الإنجاز العربي ما هو إلا امتداد لمسيرة حافلة من النجاحات والإنجازات على مختلف الأصعدة لرياضة ألعاب القوى التي شقت طريقها نحو التألق والتميز بفضل جهود اللاعبين واللاعبات وحرص مجلس إدارة الاتحاد على توفير مختلف الظروف المثالية لتأهيئاتهم بالصورة اللائقة وللمشاركة بمختلف الاستحقاقات الخارجية وأكد سموه بأن هذا الإنجاز سيدفع الاتحاد للمضي قدما نحو تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لللاعبين واللاعبات بما يكفل لهم تحقيق المزيد من الإنجازات المتميزة التي تعزز مكانة المملكة في كافة المحافل العالمية